أنا النقطة الأهم النقطة الأهم إمتى الاتحاد أفريقي هيعلن عن أو إحنا مفروض نرسل الأندية دي دي نقطة طبعا مهمة جدا مهمة جدا ممكن الدوري ما يخلص وإنت بترسل الأسماء الأندية بالضبط ودي أزمة كبيرة نرجعها برضو نقطة الجدولة اللي إحنا بنتكلم فيها يعني إحنا دلوقتي لو بقي الدوري على الوقت الراهن مثلا والأهلي تعرض لهزيمة في ماتش القمة وتعرض لهزيمة في ماتش إسترن كامباني اللي قبل ماتش القمة وتولب من الأندية المصرية الإرسال فعلا في الوقت المقرر قبل 30-6 هتبقى أزمة كبيرة جدا في الرياضة المصرية كلها أنت أنا مستشان متعودة منصور تكلم على نقطة أنا مش هلعب المقررات أو ماتش القمة لما يلعب نادل زمانيك لما يلعب نادل أهلي مؤجلات لما يلعب نادل أهلي مؤجلات وإنت عندك يعني على الأقل يعني أنا أعتقد ده تصريح هدفه ماشي وفاهم الدماغ بتاعة المصرية المرتبطة إن تصدير ضغط للأهلي في الوقت ده وده منطقه بيحصل دايما في الكرة بس ماذا لو فعلا الأهلي تعثر في الماتشين دول وهو أجمع نقطة جمع نقطتين جمع ست نقط بس وما أسعفه أو لا لم يعود الفرق اللي بينه بين البرمجز في الدول مسلا دي تبقى أزمة كبيرة في الكرة المصرية لأن بواقع الحال الأهلي مش هيسكت على نظام عادل أنت أصدق يعني أن دور الأول دور الأول يخلص مثلا الأهلي مش موجود مثلا في المراكز مش واحد ولا تنين مش واحد ولا تنين وبالتالي هيجي في الآخر في الموقت دي كافة يقولك 30 ستة يقولك دور الأول هاتل الفرق اللي في دور الأول ده حصل السنة اللي فاتت واتفتحت الدنيا شوية بس ما كانتش الدنيا متأزمة كان الأهلي والزمال يكون أول وثاني محلولة محلولة دلوقتي مش هتطرح مش هتفجر أزمة بس هنا البيراميدز هيتمسك بحقوق وهيبقى صاحب حق والأهلي هيتمسك بحقوق وهيبقى صاحب حق والزمالك هيتمسك بحقوق وهيبقى صاحب حق فهترجع تقول فين الجدولة المنتظمة للمسابقة فين اللايحة الواضحة ولكن دلوقتي اللايحة اللي طبقت أو اللي أقارت أو رابطت عن دي المحترفة مطلع الموسم بتقول أنه على وضعه يعني أنا دلوقتي لما الاتحاد الأفريقي طالب بس يبقى الجدول في ساعتها بس يبقى كل الفرق مشاركة في نفس عدد المباريات هنعرف نعمل دي ازاي بردو ما دي مشكلة هنعرف نعملها ازاي الأهلي ناقص له فارق عن الزمالك أربعة مطشط دلوقتي لو الاتحاد الأفريقي ما سمحش بس أنا متخقال ان في مجال الاتحاد الأفريقي وبناء بردو على المعلومة اللي حضرتك تفضلت بيا يعني في مجال انه ايه مدونا احنا شوي ادونا شهر لانه طبعا يعني في حالة برضو من التخبط الإداري في الاتحاد الأفريقي بتسمح بتسمح بجوانب زي دي وممكن في الوقت ده يعوض مثلا الأهلي عن بعض ما حدث ايو بس ده بتكلم في حالة الأهلي اللي هو حصل المشكلة في مطشين الجايين ده وده مش يعني ده مش مستبعد قوي يعني تسأل ستقول لي يعوض هو مش هيعوض لانه هو ماشي نادي الأهلي عنده مطشات عادية يعني ما هو معتقدش ركبت المحمد هيبقى قبل 13 يونيو أعصى هو 13 يونيو ده المواعيد الأخيرة بالنسبة للرسال الرخص بس مش الاندي بس لسه أيو لكن اتبعت الاندي لا معنا ما بكرمش الاندي ممكن للنص 7 مثلا معاك شوية أو ال8 ممكن هيكون لعبتو مطشين كمان لا هتكون لعبت كتير والله هتكون لعبت كتير في الحالة دي هتاخد بالوقت اللي انت فيه لا لا في وقت طلب الاتحاد لأفريق ده اللايحة والميزة السنة دي انه حتى وإحنا بنتكلم في مشكلة انه فيه نص واضح قاطع بس النص ده ممكن يكون يخلق أزمة هنا هنتدي نتكلم النص ده هيقابل للتطبيق في حالة فعلا الأهل والزمالي مش أول و تاني بمواقع الحال احنا كلنا عارفين ان ده مش هيكون حل طيب